اشتركوا في القناة في قصر الإقضابية اليوم الأعضاء السابقين لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية سعدت الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية وسعدت السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات والسيد فاروق يوسف المؤيد والسيدة فاطمة عيسى إبراهيم وقد أعرب سموه خلال لقاء شكره وتقديره للأعضاء السابقين لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية على ما بذلوه من جهود خلال مدة عضوياتهم والتي أسهمت في تحقيق أهداف المجلس مشيرا إلى أن المسيرة التنموية لمملكة البحرين مستمرة بعطاء أبنائها المخلصين يدفعهم نحو مواصلة العطاء إصرارهم على تحقيق المنجزات التي تسهم في رفعة ونماء الوطن على كل صعيد وضاف سموه إن كل ما يوالي بذله فريق البحرين في مختلف مواقع المسئولية هو محل فخر دائم لما يحملونه من عزم لا ينضب لخدمة مملكة البحرين وأبنائها وهو حافز للجميع لمواصلة البناء على ما تحقق بذات الروح الواحدة للحفاظ على منجزات الوطن والاستمرار في الدفع بمسارات التقدم والازدهار تحقيقا للأهداف المنشودة من جهتهم أعرب الأعضاء سابقون لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على ما يبديه سموه من حرص واهتمام بالكوادر وتنميتها ودعم الجهود التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين متمنين للأعضاء الجدد في مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر